أعرب رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات التعاون والشراكة الممتدة بين مصر واليابان وخلال لقائه السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي أكد رئيس الهيئة حرصه على فتح أفاق جديدة للتعاون لتظل قناة السويس ركنا رئيسيا لدعم العلاقات المشتركة بين البلدين واستعرض رئيس الهيئة تطورات ومستجدات العمل بالهيئة خلال الأوينة الأخيرة مضيفا أن القناة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق وتطوير متكاملا لهذه المرفق الحيوي بحلول عام 2023